ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من طرف زوجته وعرض عليه تقديم خدماته القضائية له بمقابل لأنه سيخسر الدعوى المرفوعة ضده ونسبة لدات المصدر فقد عمل الميكانيكي على ربط الاتصال بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوى التابع لرئاسة النيابة العامة للشكوى حيث أبلغ المسؤولين بما وقع معه وأكد على أنه لا يعرف هوية الشخص الذي قصده وعرض عليه خدماته القضائية وبعد الاستماع إلى الميكانيكي من طرف المصالح المختصة وتنقيط رقم الهاتف الذي تركه الشخص الذي زاره في محله وعرض عليه خدماته القضائية تبين أن هذا الأخير يشتغل قادي فتم نصب كمينين له حيث تم ضبطه وتوقفه أمسن الخميس 11 نوامبر الجاري متلبسا باستلام مبلغ 2000 الدرهم كجزء من المبلغ المتفاوض عليه المصادر نفسها أكدت أنه تم الاستماع إلى القاضي الموقوف من قبل قاضي التحقيق إلا أنه نفى الاتهام الموجه إليه وتقرر إدعوه السجن المحلي بمكناسرهن إشارة التحقيق